في مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي أعلنت قبروس إنهاء برنامج المساعدات المالية مع صندوق الإنقاذ المالية تابعة للاتحاد الأوروبية قبروس أكدت أنها لم تعد في حاجة إلى مبلغ 2.7 مليارات يورو وهو الجزء الأخير من قرض مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو ساهم في توفيره صندوق النقد الدولية وزير المالية القبروس قال إشراءات التقشف الضرورية وفق لما هي عليه الميزانية إن كان البلد يتبع برنامجا أم لا لهذا كنا حاضرين منذ البداية بطريقة تعتمد على وضع المالية العامة في قبروس في الطريق الصحيحة ومن المقرر أن تنهي قبروس تزديد قروض بقيمة 6.3 مليارات يورو من صندوق آلية الاستقرار الأوروبية كما اقترضت مليار يورو من صندوق النقد الدولي في صفقة الإنقاذ المالي التي تم توصر إليها في أبريل من عام 2013 وزير المالية القبروس يضيف كل دولة ووفقا لما تتخذه من إجراءات ومبادرات لتحفيز اقتصادها لا يجب أن تسمح لأي شخص أن يحاول القيام بالابتزاز أو يمارس الضغط وستجر الاقتصاد القبروسي نموا بنسبة 1.6% في عام 2015 في أقوى آداء له خلال سبع سنوات اشتركوا في القناة